أصدر المكتب الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فيز السراج أمس بياناً علاقة فيه على زيارة بيرنارد ليفي إلى ليبيا الموصوف بعرابي الخراب في الأوطان العربية وأفاد البيان أن المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بالزيارة ولم يتم التنسيق معه بشأنها وأضاف مكتب السراج أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كيفة الحقائق والتفاصيل المحيطة به وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركاً أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجاً عن الشرعية وقوانين الدولة